اكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه حرصه الدائم على ترسيخ استقلال القضاء ودعم سلطة القضائية وتوفير الكوادر المؤهلة لها إدراكا للدور الهام الذي تنهض به في الحفاظ على الحقوق وتعزيز أمن المجتمع واستقراره جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدى في قصر الصخير هذا اليوم عددا من القضاء الجدد بمحكمة السناف العليا المدنية الذين أدوا اليمين القانونية أمام جلالته بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بتعيينهم وقد عرب جلالته عن تهانيه وتمنياته لهم بالتوفيق والسداد في تحمل مسؤولياتهم على الوجه الأكمل ترسيخا لمبادئ الحق والعدالة وسيادة القانون وأكد جلالته أن التطوير هو منهجنا وإن بناء الدولة الحديث مستمر ولا تراجع عنه موجه أن جلالته حفظه الله لضرورة السرعة بالبت في القضايا المعروضة أمام المحاكم في البلاد مشيد أن جلالة الملك المفدى بكل الجهود الطيبة التي يبدلها عضاء السلطة القضائية في مختلف مواقع عملهم لتحقيق العدالة وتأمين حقوق المواطنين وفق القانون وأكد العاهل المفدى أن مسيرتنا الوطنية مستمرة بإذنه تعالى بفضل تكاثف السلطات الثلاث وتعاونها لتحقيق المزيد من الإنجازات والتطور في كل المجالات والقطاعات سائلنا الله أن يحفظ البحرين ويوفقنا جميعا للعمل لما فيه خير وصالح شعبنا الكريمة ترجمة نانسي قنقر